الكلام اللي جاي بقى أهديه للسيد مجد عبد غفار وزير الداخلية وكل أجهزة وزارة الداخلية من كم يوم الناس بتتكلم على صفحة تحت الأرض أو ميطلقون عن نفسهم تحت الأرض هذه الصفحة يقوم عليها عناصر إرهابية إجرامية هذه العناصر الإرهابية بتهدد باغتيال واغتيال إنشار مرتضى منصور كتبوا على صفحتهم اللي هتشوفوه دلوقتي ده اللي كتب من 19.20 ساعة ساعة ما أخدنا البوست ده من 18 ساعة هم كانوا كتبين ونفجروا المرة الجاية ونبهد السيد مجد عبد غفار وزير الداخلية هذا الأمر للتحرك وأعلم أنه أجهزة وزارة الداخلية تتحرك لفحص صفحات هذه المجموعة التخريبية الإجرامية الإرهابية اللي هي بتحرض على اغتيالي أيضاً بيحرضوا على اغتيال المسشار مرتضى منصور نفس الكلام تحريض أيضاً على اغتيال المسشار مرتضى منصور أيضاً نفس الصفحة التي تقوم عليها عناصر إرهابية إجرامية حتى لو هم قالوا إن احنا مش إرهابيين طول ما أنت كتبت كده وقلت ده تبقى أنت على طول تدخل ضمن خانة الإرهاب طالما أنت تحرض على الاغتيال يبقى أنت على طول لا فرق بينك وبين عدو تنظيم جماعة الإرهابية وإحنا ما نعرفش مين هم أصلاً محدش يعرف مين القائمين على هذه الصفحات والصفحات دي بتتعمل منين أصلاً من جوة لمبارة محدش يعلم إيه حكاية الصفحات دي والقائمين عليها هذه العناصر وحد لسه بيقول لي أنه كانوا بيتم صدفتهم في بعض البرامج هل يتم صدفة إرهابيين بيحرضوا على اغتيال إعلاميين مش عارف هل ده صح أو لا؟ ما عنديش فكرة لكن حد بيقول لي ده كان تم صدفتهم أو إيه مش عارف إيه الكلام ده هل صدفتوا إرهابيين؟ بيحرضوا على اغتيال إرهابيين وناس في الدولة وعلى فكرة وأيضاً فيه كلام كان عن السيد الرئيس ولكن ما كانش فيه ده يعني لأنه كلام طبعاً في غاية السخافة يعني فإذاً احنا بنتكلم على إيه؟ أو بنصدف مين أو بنتكلم مع مين أو حتى ناس يكتبوا عنهم أو يتكلموا عنهم أو بيتعاملوا معاهم أنا هنا بقدم بلاغ للسيد مجد عبد غفار وزير الداخلية للتحرك السريع لمعرفة من القائمين على هذه الصفحات التي تحرض على الاغتيالات بشكل واضح طبعاً دي مفهاش كلمين ده هو كلام واضح قدام حضراتكم مرة تانية لو بيتكلموا على اغتيالنا ولكن خلوا بقى لحضراتكم لا هذه النوعية ولا غيرهم ولا إطلاقاً يعني وإحنا كل هذه الأمور لا تجعلنا أبداً إلا إن إحنا مستمرين بالعكس بتزيدنا إصرار أكتر من مبارح وأكتر من ثلاثة أربعة ساعات وأكتر من السنة اللي فاتت وإلا قبلها إحنا وقت الإرهاب كانوا بيهددونا وهم موجودين بيحكموا ومليشياتهم موجودين وتحت بيتنا وحوالين بيته وراحينه وجايينه في الشوارع ولا يفرق معنا الكلام ده خالص لأنه إنت لك لحظة اللحظة دي مكتوبة إمتى المولى سبحانه وتعالى بس قوع حد ما حدش بياخد الروح إلا سبحانه وتعالى بس كده طول ما إنت مؤمن بدا تشتغل وتبقى موجود قوع تخاف أبداً عمرنا ما قفنا وأبداً وعشان بلدنا طب والشهداء اللي كل يوم فكل هذه الأمور بالعكس إحنا كده بنأثر كده بنسمع كده بنمعورينهم كده حرقينهم كده واجعينهم أنا عارف هم بيموتوا هم يعني مش لقين أي حاجة إلا الكلام اللي بيهرتلوه في فابراكا أو يقولوا الكلام ده أو التهديدات هذه التهديدات أبداً لن تجعلنا أبداً نتراجع على الإطلاق بالعكس تدفعنا بكل قوة أن نحن نكمل رسالتنا إن شاء الله إلى آخر نفس في الدفاع عن بلدنا العظيمة ترجمة نانسي قنقر